ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكين عادت تأكيد لوزير الدفاع الإسرائيلي يواث جلانت على رفض واشنطن لأي عملية إسرائيلية برية في رفح الفلسطينية كما أكد بلينكين على ضرورة حماية المدنيين وعمال الإغاثة في غزة كما حث وزير الدفاع الإسرائيلي على تسهيل عملية دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتدليل العقبات التي تواجه توزيعها اشتركوا في القناة